ضيفنا لليوم مصور صاحب رؤية استثنائية وعين ذاقبة يهو التصوير وأيضا يكرس كل وقت لهذا المجال استطاع بعزيمته وإرادته أن يؤسس فريق كاميرا الإمارات للتصوير ويقوم أيضا بعدة أنشطة وفعاليات من خلال هذا الفريق رحبوا معنا مشاهدين بالمصور ومؤسس ورئيس فريق كاميرا الإمارات للتصوير الأستاذ منصور المنصوري وساكر الله بالخير أستاذ منصور حياك الله أستاذ الله بالنور شاكر لكم الاستضافة ألعفوا أستاذ نورتنا أستاذ ماشاء الله بداية نتحدث عن هذا الفريق المميز ودوافع تأسيسك يعني ماشاء الله أنت صاحب ورئيس وأيضا مؤسس هذا الفريق وصاحب هذه الفكرة المميزة فريق كاميرا الإمارات للتصوير ما هي الدوافع والعوامل اللي خلتك تأسس هذا الفريق نحن اليوم في زمن في مقولة مشهورة يقول لك الكل أصبح مصور كونه يحمل جهاز ذكي فالتصوير صار جزء أساسي في حياتنا لو تلاحظين حتى الناس المهنين وأصحاب المناصب الكبيرة قاعدين يستخدمون تلفوناتهم في التصوير تشوفين الطيار في طيارته يصور الدكتور في ظرفة العمليات يصور المحامي يعرض القضايا اللي حين يصور فالكل متجه لموضوع التصوير فلما تشوف أن عدد كبير من هالناس متجه للتصوير وما في جهة أو أماكن تحتضن المصورين بالطريقة الصح مش تقليدا في الموجودين حاليا ولكن الكمية اللي موجودة أكبر من الأماكن اللي مخصصة لهالأشياء هي كانت فكرة أن أسس فريق له توجهات خاصة يبحث عن التعاونات الحكومية والشراكات الكبيرة والخدمات المجتمعية نحاول ما نقدم خدمات تصوير كتصوير لا نبحث عن المصورين الموجودين نعطيهم فرص عشان ينضموا للفريق نعطيهم فرص أن أهلهم يكونوا مدربين بناء على الشراكات اللي نسويها مع الجات نفتح لهم فرص تدريبية لأن المصور على كثر ما يصور ممكن يوصل لمرحلة يمل فيها من التصوير نفسها فالتدريب يغير الوضع أنا دخلت مجال التدريب تدريب يغير أشياء كثيرة أعطاني شخصية لنفسي أعطاني ثقة بنفسي لما أشوف الناس تقول لي أستاذ أنا أدرب الهيئة التدريسية في المدارس فلما يني المدرس في المدرسة يقول لي أستاذ أشوفها أني أنا وصلت لليفل معين فأريد الناس تعيش جزء من اللي أنا عشت حرفين وكان هذا هو الهدف الرئيسي في إنشاء الفريق رائع يعني ما شاء الله عليك أستاذ منصور البداية كانت هواية وبعدها بعد دخل دورات تدريبية عشان تسقل هذه المهارة وهذه الهواية وبعدها ما شاء الله أسست هذا الفريق اختيارك للمصورين هل هناك بعض المعايير لاختيار أعضاء الفريق والمصورين المتواجدين حاليا في الفريق الفريق حاليا بعده يعني ديد فأحنا حاليا ما ندور على المصورين كثيرا ما ندور على الناس اللي عندهم علاقات نائب الفريق عندي الأستاذ سالم العامري شخص متخصص كان نماسك منصب إداري في أحد الجهات الخيرية وعنده علاقات أنا أبحث على الناس اللي عندهم علاقات مع الجهات وبناء على العلاقات رح نفتح فرص نجذب فيها المصورين حاليا نحن في مرحلة التأسيس الإداري البحث على الناس المحنكين اللي عندهم رغبة إدارية اللي عندهم علاقات إدارية بحيث نفتح فرص مستقبلية في مجال التدريب وفي الفرص خلنا نقول فرص للمصورين مبتدئين رائع يعني اختيارك للإداريين أكيد يختلف عن اختيارك للمصورين اللي انضموا لهذا الفريق المميز صحيح الإدارة أساس كل شيء صحيح فعلا طيب أستاذ منصور نتحدث عن تجهيزكم للاحتفاء باليوم العالمي للتصوير شو هي استعدادات الفريق عشان يجهزون لهذا اليوم المميز لكل مصور فوتوغرافي احنا بعد ما أسسنا الفريق حبينا ندخل الساحة بشيء كبير اشتغلنا من شهرين على الموضوع هذا تواصلنا مع رؤسة الاتحادات في الموجودين عندنا والحمد لله وافق لناهم يحضرون عندنا طبعا الحدث برعاية وحضور الشيخ الدكتور سالم بالركاض العامري رح نتجنب سوري رح نتكلم عن جوانب كثيرة منها التصوير والعمل الإنساني التصوير والمسابقات خاصة موضوع المسابقات لما تصير مسابقات التصوير يصير وايد لغة في النتائج وفي التحكيم في الشغلات هذه فإحنا يبنى رؤسة الاتحادات فالمصورين الحين لما عرفوا أن رؤسة الاتحادات يتكلمون عن هذا الموضوع هذا الموضوع جذبهم اختيار المواضيع اختيار الشخصيات كان مدروس والحمد لله الله وفقنا في موافقتهم أنهم يحضرون وإن شاء الله 24 ثمانية بيكون يوم تاريخي هذه أول فعالية للفريق إن شاء الله وتكون من أكبر الفعاليات لتقام على مستوى الدولة إن شاء الله ما شاء الله طيب هل هناك أنشطة نقول فعاليات أخرى أستاذ منصور شاركتم فيها كفريق أنت قلت تمت يعني تأسيس هذا الفريق مؤخرا لكن شو الفعاليات الثانية والأنشطة حتى لو كانت بسيطة اللي شاركت فيها سوينا اجتماع لبعض المصورين بحيث أن أهلهم يكونون يأخذون دورة مدرب نفتح لهم مجال التدريب أنا مركز على موضوع أن المصور يكون مدرب لأن هذا يفتح له أفاق كثيرة يفتح له علاقات يعني بعد ما يدرب وبعد يكون مدرب لما يكون المصور مدرب يقدر يوزع أو خلاله ينوع في عطاءه موضوع التصوير خاصة إذا كان في مجاله أو أنه يشتغل كمصور هذا مرهق ومتعب ويوصل إلى مرحلة أن المرحلة ما يقدم شيء ديد خلاص يوصل إلى مرحلة يقول أنا خلاص ما ليس من يشتغل هذا مجال التدريب يفتح أفاق ديدا يكسر الروتين العادي من موضوع التصوير فقط يعطي ثقة بالنفس للمصورين ويفتح لهم مثلا ما قدرت علاقات وآفاق ديدا فعلا شو أكثر الأشياء أستاذ منصور اللي يستشيرونك فيها المصورين خاصة اللي بعدهم ميدات في هذا المجال أو بعدهم ما سقلوا فعلا هذه الموهبة دائما أول سؤال بشو نبدأ في موضوع الكاميرا وإحنا دائما نتكلم عن موضوع المناقشة بين الكاميرات سواء بالتلفون أو الكاميرات الاحترافية بالنسبة لي هي دائما أنها أداة تصوير بغض النظر الجودة متعلقة بالمادة إذا عندك مادة أنت ممكن تحصل على أفضل كوالتي في الكاميرا ولكن التصوير والمهارة مش مربوطة في شيء مربوطة بالإبداع والتغذية البصرية كلما طلعت كلما جربت كلما تعلمت رح تكسب خبرات كثيرة وبناء عليها أنت ممكن حتى تشتغلها كبزنس وتيب بلوس وتوصل للكاميرا اللي أنت تحلم فيها فعلا كلما سقلت مهاراتك وقدراتك بشكل كبير وأيضا أبدع ونفس ما ذكرت أستاذ منصور ما رح يشعر بالملل وأكيد رح يقدر يجدد في هذه الممارسات طيب نروح للصعيد الشخصي وإنجازاتك الشخصية عطيت دورة تصوير في جورجيا حدثنا أكثر عن هذه النورة كشخص متخصص في تصوير المدين أحب أن أسافر وجزء من شغلي وأنا أصور الفيديوهات أعين شخص يصورني في خلف الكواليس بالتوثير بحيث أني أوثق قبل أن أنزل الفيديو لأي مدينة أرويهم أين صورت الأماكن عن طريق الشخص يصورني في خلف الكواليس والناس بدأت في خلف الكواليس أكثر من شخص طلب لماذا لا تأخذنا معاق لماذا لا تأخذنا هنا كانت الفكرة قلت دعني أجرب أعلنت عن الفيديو في يومين وصل عدد 82 شخص وأنا كنت حاطق تقريبا 15 شخص ووصلنا آخر شيء إلى 27 شخص كانت الدورة اعتبرها من أكثر الإنجازات التي حققتها كم يوم تقريبا الدورة كم يوم كانت كانت أربع ليالي كاملة خمسة أيام هي بس أربع ليالي ما بيت هناك وكان العيبني في الدورة أنه كان فيه ناس مصورين مستواهم عالي يعني أنا الروح استفت من وجودهم في الدورة هذه وهذه ميزة التصوير لأنه مجال تخصصي التصوير مش عام هو مجال تخصصي ودائما يوجد ناس متخصصين في أشياء معينة يقدمونك الإضافة طيب أستاذ منصور ما شاء الله إنجازاتك وأبداعاتك وحبك وعشقك للتصوير الفوتوغرافي خلاك بعد تفكر أنك تطلق كتاب أطلقت عليه اسم لن أعلمك التصوير متى إن شاء الله رح يصدر هذا الكتاب لو تحدثنا أكثر عن محتوى خاصة أن أيحد رح يسمع اسمه رح يستغرب شوي والله التوثيق سوري الكتاب هو توثيق لمرحلة من حياتي عشت فيها تجارب خلف الكواليس أنا الله وفقني اشتغلت في أعمال كبيرة للدولة من ضمنها عملية الفارس الشام في سوريا وتركيا قمت بتصوير ما شاء الله كنت متواجد هنا قمت بتصوير الفيديو اللي عرض على منصة وزارة الدفاع ويعتبر تقريبا من أهم الأعمال اللي أنا قدمتها في عندي تجارب كبيرة تغير نهج المصور أو تغير نهج الشخص اللي حاب يدخل مجال التصوير لما أقول لن أعلمك التصوير لأنني أنا ما أتكلم عن الأمور الفنية بالتصوير أنا أتكلم عن حياة المصور خلف الكواليس كيف يتعامل مع المشاكل اللي تمر فيه كيف يقدر ينجح كيف يصنع من لا شيء شيء كبير وهذا الشيء أنا عشت شخصيا وحاول أنقل قصص تجارب وإذن ما قلت هو توثيق لمرحلة من حياتي وأتمنى أني أقدم الفائدة لأي شخص يقرأ الكتاب إن شاء الله طيب يعني أستاذ منصور شو الأشياء الثانية اللي تسعى إلى تحقيقها سواء على الصعيد والله هو بناء الشراكات يعني لو سألتيني شو الهدف الأساسي هو بناء الشراكات اليوم أنت لما يكون عندك حياة خاصة في بيتك وفي عملك وهذا حلو أن يكون عندك حياة مستقلة ما لها علاقة بالحياة اللي أنت تعرفها حياة السوشال ميديا أو حياة التصوير أو حياة الناس اللي في المجتمع اللي أنت فيه مثل مجتمع المصورين لما تقعد بين خمسة وستة كلكم تتكلمون عن موضوع الكاميرات والتصوير والأهداف والإنجازات اللي حققتوها خاصة أن ما قلت موضوع التصوير موضوع الشيق والكل يحب يبرز في مقولة يقولك المصور حبيب المدرأ يعني المصور دائما هو الشخص اللي دائما يسيطر على الفعاليات واللي عنده علاقات مع كل الناس كل الناس تطلبه في أهم الأحداث يعني لو سألتيني شو تطلعاتي أني أشوف أغلبية الجهات الحكومية تغير نهجها في التصوير بحيث أنه يطلع بالقيمة أو قلنا نقول يعني يقعدين يبذلون أشياء كثيرة في الفعاليات ما لاتهم ولكن ما يخرجونها بالطريقة الصح لأنهم مش فاهمين أننا حاليا في زمن السوشيال ميديا والعين لما تشوف لما تمسك التلفون مثلا أنت تتصفح تقريبا ثلاث أربع منصات وغالبيتها فيديوهات فلو الشخص فكر أن الفيديو مش أي شخص بيشوفه لازم يكون فيديو مميز ويكون عنك طريقة تعرض جذابة أنت بهذه الطريقة راح تقدم فيديوهات متميزة وهذا اللي نحن دائما نتوجه له ونتمنىه من جميع الجهات صحيح يعني إلى جانب هذه الأهداف الصامية أستاذ منصور اللي تسعى إلى تحقيقها من خلال تكوينك في هذا الفريق المميز شو أكثر المهارات اللي دائما تسعى أيضا إلى تطويرها اللي خاصة بأعضاء الفريق المصور للمتواجدين معك دائما أركز على موضوع طريقة العرب أنت اليوم ممكن أن تأخذ لقطات متميزة ممكن أو تمنتج أو تيب سوفتوير أو جهاز مونتاج على أعلى مستوى ولكن ما عندك الرؤية الفنية دائما لما أنسى لين أصعب التصوير أو المونتاج أقول لهم الإبداع هو الصعب طريقة العرب أنت ممكن أنا لو يبتع عشر أشخاص ووزعت عليهم لقطات وكلهم نفس الأقطات وعطيتهم نفس اللحن وعطيتهم نفس البرنامج كلهم راح يطلعون بنفس الفيديو لا طبعا لأن الفكر والإبداع هو الطريقة صحيح لما ييني واحد يقولي زين كيف أصير مبدع شوف الناس اللي عندها خبرة ادخل الدورات اتعلم من الناس اللي عندها تجارب وهم اللي راح يفتحون عيونك وبعدين راح تتعلم أو حتى تقلد شغلهم في البداية وبعدين راح تنطلق وتشوف نفسك لأن المصور خاصة المبدع إذا قدم فيديو ممتاز مستحيل يرجع يقدم فيديو عادي لازم يقدم نفس الليفل أو يطلع لليفل آخر صحيح شكري لك أكيد أستاذ منصور على هذا الحوار الشيق والممتع أتوقع أهدافك ورسائلك السامية لكل المصورين أو لكل الشباب الموجبين في هذا المجال وصلت اليوم لك منالك كل التوفيق سواء للصائد الشخصي وأيضا بما يخص فريق كاميرا الإمارات للتصوير كل الشكر لك المصور ومؤسس ورئيس فريق كاميرا الإمارات للتصوير الأستاذ منصور المنصوري شكرا أستاذ يعطيك العافية الله يطول عماركم وشاكل لكم الفرصة الكبيرة والثقة والاستضافة